السلام عليكم حبيباتي كديرين لبس عليكم تمنىكم تكونوا بخير امركم كلها على خير ان شاء الله كنشكركم كزاف اخواتي على تعليقاتكم الطيبة اللي كتخليوا لي دائما شكرا لكم حيث كتسولوا في اغبرت عليكم شوية خديت واحد شوية ديال راحة انا رجعتاني ان شاء الله بحماس مكن مغيش دائما نعطيكم الطاقة السيلبية دائما الايجابية فالعلي خطيكم عليا شكرا لدعواتكم شكرا لكلماتكم الصديقة وما نمساش نبرك لكم العواشر عواشركم بروكة دخل عليكم صحة والسلامة وبشمت منيته ان شاء الله لكم كاملين و لعائلتكم يا ربي اليوم غاد ينقدم لكم كيكا اللي كتجي رائعة بالساف كيكا ديال تحمار تلوجه كتجي ناجحة مفشفشة مقومة وهائلة كتجي عالية وطبيعة الحلقة في ممعودةكم دائما ان شاء الله تجربها وترضع لي الخبار كيف جاتكم يلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللاجم وخاك تبخلو علي البنات صراحة بالليجيم ما تديروش لي الليجيم مخاك تخلص عليهم وليو فقط للتشجيع الى بغيتوا بطبيعة الحال العجبكم الفيديو اما بالنسبة المقادير بسم الله على بركة الله عندي هنا ميتين جرام ديل السكر حبيبات او للسكر سنيدة ميتين جرام لي هي كاس وربعة بقياس كاس العنباء كتبقى الحلوة على حسب الضوغ وعندي مية وستين ميلي لتر ديل زيت نباتية او للزيت العادية مية وستين ميلي لتر لهي كاس عنباء مية وستين حليب السائل كسعنبه ثلاثة البيضات علبة اليوغورت او الزبادي انا استعملت جبن طاري للوزن 100 كرام وجوج القطاع جبن متلت معلقة صغيرة مربة الليم الحامض برش الليم الحامض مع معلقة كبيرة عصرة الليم الحامض سكر منسى 7 جرام سوف نحتاج جوش الخمارة و نصف 21 جرام قبيصة الملحة موسيقى الملحة بقبيصة الملحة الملحة لن استعملت قبيصة الملحة موسيقى اولا ممكن تستغناء عليها و اضعوا حبيبات الكوكيز انا غدي نخلط هادشي كامل و عندي الدقيق لي كيبقى على حسب الخاليط من 300 قرام حتى 400 قرام ديال الدقيق يعني من ثلاثة الكيسان حتى ربعة الكيسان و دائما الدقيق ديال الحلويات لي كيكون مغربل او لما نخل فبسم الله كناخذ واحد المكسور او لخلاط الكهربائي كندير فيه السكر سنيدة مع كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب وكذلك دكجوش القيطاع ديال الجوم المثلت وثلاثة ديال البيضات اللي كيكونوا متوسطين وغادي نزيد كذلك معلقة صغيرة ديال المربة ديال المشمال ديال عفوان ديال الحامض ممكن تدروا اي نوع ديال المربة او لتصغناء عليها قاع معلقة كبيرة ديال العاصرة الحامض والبرش ديال الحامض وكذلك سكر فاني ودك اليوغورت او لاززبادي اللي هو جوبن طري ديال بيرلي مع واحد القبيسة ديال الملحام ويمكن نضيف المكونات كاملة معادة الخميرة ودقيق ودك الفواكه المجفافة نضيف الخليط وخلط لنا مزيان وحد ثلاثة ديال ديال دقائق باستمرار يعني حتى كيولي بحال مهكا كيولي بحال خاطر شوية مع ذلك الحامض كي خلي شوية يجي خاطر صفي بسم الله كبيتو في واحد الايناء غادي نجيب واحد صفايا غادي نغرب الدوك البيكين بودر او الحمارة الحلوة جو الصاشية تونس وغادي نبقى نضيف الدقيق بشوية بشوية على حسب الخالط كي بكتليكم من 300 حتى 400 قرام دائما انتو مكت تحكموا في القاوة 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 ديالكي كوراكم كتعرفوا القاوة ديالكي كم اللي كنديرو رقم تمانية ما كيقطعش لنا كيبقى خط طويل هنتو ما تشوفوا معي صفي دائما الدقيق على دفوعات باش يعني ما تجينش عاوتاني طقيلة وما تجينش خفيفة كتتحكموا في القاوة صفي هنا يا من بعد ما كان خلط لكيكهنا البنات واحد المرحلة ما عارس كيفاش تحدفت لي يا انني خديت هدوك الفواكه المجففة او لدوك الفواكه اللي عندي خديتهم درتهم في واحد الايناء وزدت عليهم شوية ديالكيك ومرمدتهم زيال من بعد صفيتهم حتى ولو لي على هاد الشكل اللي كتشوفوا معايا غير باش نشرح لكم الطريقة لانا لقيتهم حدوفة من الفيديو معرفتش كيفاش مهم ضروري ما كدوزوهم في الدقيق معا شوية ديال الحويبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز انما بانتش كان مرمدوهم في الدقيق وكان نغربلوهم باش ما كيبقاش فيهم الدقيق صفي من بعد غدي نستعملوهم في الكيكه فباسم الله بنسبة اللي مول اللي غدي نستعمل استعملوا انتوما اي مول عندكم انا استعملت هذا اللي كيفية يكون دائري تقريبا في واحد اربعة وعشرين خمسة وعشرين تقريبا كنقول والله اعلم وهذا هو الخليط ديال الكيكا يعني كي يجي القوام ديالها صراحة زوين بزاف غدي نحاول نكوب غي شوية في المول يعني ماشي بزاف تقريبا ماشي قاع نسف ديال الكيمياغي شوية كنكوبها كيف المول وكان قدها وكان اخد هذوك الفواكه اللي قايجة اخديتهم ومرمدتهم في الدقيق وغربلتهم مع دك الحبيبات ديال الشوكولات ديال الكوكيز باش ما كيهبطوش لنا لتحت لان المدرنة شاد العملية هذي كيبقوها بطيل تحت كيبقها في التحت كيبقى ومن بعد ما ترتبطي الفواكه تم ا�نج هذي كيكا نحاول نغطية لهم تاني شوية بالخليط ديال الكيكا مهم انا واحد اتش بالتنان شوية وخلطهم مع الشوكولات ديال الكوكيز الخليط اللي كي تبقى لنا كنضيفوها كي من الفوق بها الطريقة هذي نغطى بي شوية هذوك الفواكه لان صراحة كتجي هذ طبقة هذي كتجي من الوسط كتجي غزالة بزاف نتمنى فعلا تجربوها را درتها لصاحبتين نتمنى تعجبها عندها واحد مناسبة تمنى ان شاء الله تعجبها ورا قطعتها لكم يا ربي تسمح لي اياه كتلا را غادي نقطعها ضروري نوريها لبنات ففي غادي ندخل كيكا الفران دائما لكم عارفين كندخلها الفران لكي يكون بارد كنشعل عليها من تحت 180 درجة حتى كتنفخ وكنتشمو ريحة ديال كيكا تقريبا 35-40 دقيقة عادي كنشعل عليها من الفوق تحمر وكي يجي هده واشكلها كتجي رائعة بزاف انا تزيلي درت لها بصد هنتها بالمربة ديال مشماش ودرت عليها خطوط ديال الشوكولات اللي فيها 55% ديال الكاكاو بش يعطينا ديك البنة ديال الكاكاو وزينت باللوز ايفلي محمر في فران صراحة درتها بالليل وغضليها تزينتها نقطع عليكم واحد طريفة كيف قلت لكم وخاص صراحة جيين عندها الضيف ماكنش بغا نقطعها ولكن راكم عارفين أنا ملفاكم بالمي صداقية فضروري نوريكم الحاجة كيف جيت باش هكا تجربوها كي يجي البنات كي يكن فش فش وهشيش مش عاد اول مرة كنديرو بدرتو دايزة عندي في القانات ولكن بدون فواكي مجففة انتو ما كي يجي شا نقول لكم من الداخل هشيش وورطب وهذا مفش فش كي يجي رائع انت منها من كل القلب يتجربوه لان فعلا كي استحق التجربة وكي تجي عالية معرفش كيف وخط صور صراحة بحالة تنسى عليها كيفاش كنصور انتمنى ان شاء الله اخواتي تعجبكم انتمنى صاحب شي تسمح لي يا حي تقطعت لي عمل الكيكة ولكن رضيته بلاسته زعبه باش ميبنش مفروش وانتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو كنشكركم بزاف بزاف على دعيواتكم على التعليقاتكم اللي كتفرحني وكتدخل اللي الفرحة الكبيرة فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رجع معكم في فيديوات جداد بتنسوني شو من التعليقات ديالكم دائما كانت سنها بفارق صبر خليت لكم الفرحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة